بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيميا 2 معكم معلمتكم العنود الاعتبن ورحب باستاذ رغة الإشارة صالح العجان بإذن الله اليوم تابع ما مقدار المادة الناتجة الفكرة العامة لهذا الباب تؤكد العلاقات بين كتل المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعلات الكيميائية صحة قانون حفظ الكتلة وصلنا إلى درس نسبة المردود المئوي أخذنا في الحصة القادمة السابقة بداية اليوم بإذن الله سنكمل الفكرة الرئيسة نسبة المردود المئوي هو قياس لفاعلية التفاعل الكيميائي ماذا تعلمنا في الدرس الماضي تعلمنا نسبة المردود المئوي هو عنوان الدرس أخذنا فيه مقدار المادة الناتجة عرفنا فيه المردود النظري وهو أكبر كتلة يمكن قياسها وحسابها نظريا تعريف المردود كذلك الفعلي وهو القيمة والكمية والكتلة الفعلية الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أخذنا كذلك قانون نسبة المردود المئوي وهو المردود الفعلي على المردود النظري ضرب مئة بإذن الله اليوم سنتعلم اليوم مراجعة المردود النظري والمردود الفعلي مراجعة قانون نسبة المردود المئوية تطبيق على حساب نسبة المردود المئوية ثم حل تمارين قلنا الفكرة الرئيسة نسبة المردود المئوية هو قياس لفاعلية التفاعل الكيميائي كان لدينا هذا التفاعل قمنا بإجراء هذا التفاعل ثم قمنا بالترشيح استنتجنا في النهاية أن ليس جميع المادة ستنتج لدينا بعضها سيلتصق في ورق الترشيح بعضها سيكون موجود في الكاس إذن سيكون هناك فاقد لهذه المادة أهدافنا نحسب المردود النظري للتفاعل الكيميائي من البيانات نحدد المردود المئوي للتفاعل الكيميائي المفردات السابقة عملية هي السلسلة من الأفعال أو الأعمال ومفرداتنا الجديدة هي المردود النظري المردود الفعلي ونسبة المردود المئوية لنسترجع الآن الأسباب المتعددة لتوقف التفاعلات قبل الاكتمال ولا تعطيني كميات النواتج المتوقعة منها هذه الأسباب منها مثلا قد تلتصق المواد المتفاعلة والناتجة في الحالة السائلة على سطوح الأوعية أو بعضها قد يتبخر قد تلتصق المواد المتفاعلة والناتجة في الحالة السائلة على سطوح الأوعية أو قد تتبخر إثنان قد تنتج مواد أخرى غير متوقعة بسبب تفاعلات التنافس التي تقلل كمية الناتج المرغوب فيه إذن قد تنتج مواد أخرى غير متوقعة بسبب تفاعلات التنافس التي تقلل من كمية الناتج المرغوب فيه ثلاثة قد تترك بعض المواد أو كميات المواد الصلبة جانبا على ورقة الترشيح أو تفقد بسبب عملية التنقية إذن ممكن أن تتبقى لدينا في ورقة الترشيح أو تفقد بسبب عملية التنقية إذن هذه بعض الأسباب التي توقفت فيها التفاعلات قبل اكتمالها ولا تعطيني كميات النواتج المتوقعة منها لنرى الآن المردود النظري والمردود الفعلي قلنا المردود النظري تعريفه هو أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة المعطى أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة المعطى والمردود الفعلي هو كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عمليا في المختبر إذن هو كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عمليا في المختبر نسبة المردود المئوي هو نسبة المردود المئوي للنواتج وهي نسبة المردود الفعلي إلى المردود النظري في صورة نسبة مئوية هذا هو القانون نسبة المردود المئوية تساوي المردود الفعلي نقسمه على المردود النظري ثم نضربه في مئة الآن المسائل التدريبية سؤال 56 لديك في الكتاب المدرسي تحتوي أقراص مضاد الحموضة على هيدروكسيد الألمنيوم هي اللهو اتش ثري ثلاثة لمعادلة حمض المعدة HCL ويمكن وصف التفاعل الحادث في المعدة بالتفاعل أو المعادلة التالية هيدروكسيد الألمنيوم زائد ثلاثة من حمض الكلوريك يعطيني ثالث كلوريد الألمنيوم وثلاث مولات من الماء أحسب المردود النظري لكلوريد الألمنيوم إذا تفاعل قرص مضاد الحموضة على 14 جرام من هيدروكسيد الألمنيوم تماما مع حمض المعدة وهو HCL إذن المطلوب فقط المردود النظري فقط نصل إلى المردود النظري ونتوقف الحساب هذه هي المعادلة ALOH3 زائد ثلاثة HCL طبعا هنا الألمنيوم ويدروكسيد الألمنيوم صلب لدينا هنا محلول ثم يعطيني ALCL3 أيضا محلول وجزئات من الماء السعر الخطوة الأولى أحسب عدد مولات هيدروكسيد الألمنيوم من الجدول الدوري نستخرج كتلة الألمنيوم كتلة الألمنيوم 26.98 الهيدروجين 1.008 والأكسوجين 15.9 هذا هو حساب عدد مولات الألمنيوم أولا نستخدم جرامات هيدروكسيد الألمنيوم من المعادلة أعطانية من المسألة عفوا وهي 14 جرام هيدروكسيد الألمنيوم ضرب الكتلة المولية وقانون كتلة المولية هو مولات الألمنيوم لدي طبعا واحد على الكتلة المولية لمركب هيدروكسيد الألمنيوم هنا لدي الألمنيوم ذرة واحدة الهيدروجين 3 ذرات والأكسوجين 3 ذرات إذن سنضرب هنا الثلاثة في الواحد نضرب هنا الثلاثة في الستة عشر نجمعها بعد ذلك ثم يعطيني الناتج 78 جرام من هيدروكسيد الألمنيوم المطلوب تحويل جرامات هيدروكسيد الألمنيوم إلى مولات هيدروكسيد الألمنيوم إذن لا نحتاج الجرامات ونختصر لا نحتاج الجرامات ونختصر إذن قمنا بتحويل جرامات هيدروكسيد الألمنيوم إلى مولات هيدروكسيد الألمنيوم عن طريق ضرب القرامات المعطاه لي في المسألة في مقلوب الكتلة المولية واحد مول على 78 جرام من أين أتيت بال78؟ من حساب الكتلة المولية لمركب هيدروكسيد الألمنيوم باستخدام الكتلة المولية للعناصر في الجدول الدوري إذن نختصر جرامات مع جرامات ونريد فقط المولات الناتج بعد الضرب والقسمة سيعطيني 0.179 مول من هيدروكسيد الألمنيوم إذن الخطوة الأولى حسبنا عدد مولات هيدروكسيد الألمنيوم الخطوة الثانية أحسب عدد مولات كلوريد الألمنيوم بنفس الطريقة سنستخدم أولاً مولات هيدروكسيد الألمنيوم طبعاً أنه سنستخرج النسبة المئوية من المعادلة سنستخرج النسبة عصبون المولية من المعادلة إذن اللي نرى الآن أحسب عدد مولات ثانثة كلوريد الألمنيوم هنا المجهول باستخدام مولات هيدروكسيد الألمنيوم وهذا أنا أعرفه استخرجناه وهذا هو الناتج الآن إذن النسبة المولية هنا 1 مول على 1 مول إذن 1 مول من ثالثة كلوريد الألمنيوم على 1 مول من هيدروكسيد الألمنيوم إذن سيعطيني 1 على 1 الآن مولات هيدروكسيد الألمنيوم التي استخرجناها هنا 0.179 مول هيدروكسيد الألمنيوم ضرب النسبة المولية المشتقة من المعادلة 1 على 1 إذن هنا نريد تحويل مولات هيدروكسيد الألمنيوم إلى مولات كلوريد الألمنيوم فسنضرب الأرقام ونشطب ونختصر المتكرر الآن قمنا بتحويل مولات هيدروكسيد الألمنيوم إلى مولات كلوريد الألمنيوم سنضرب طبعا 1 على الواحد في 0.179 سيعطيني نفس الرقم ولكن نبدل بين هيدروكسيد الألمنيوم وكلوريد الألمنيوم إذن 0.17 مول من كلوريد الألمنيوم إذن الأول إن حسبنا عدد مولات هيدروكسيد الألمنيوم ثانيا حسبنا عدد مولات كلوريد الألمنيوم الأولى استخدمنا القرامات المعطالة في السؤال الثانيا استخدمنا المولات التي حسبناها هيدروكسيد الألمنيوم الخطوة الثالثة أحسب خطلة كلوريد الألمنيوم بما أن لديه في المعادلة لأن كلوريد الألمنيوم هو الناتج إذن هو المردود النظري إذن أحسب كتلة كلوريد الألمنيوم بالقرامات سنستخدم مولاة كلوريد الألمنيوم التي حسبناها قبل قليل ضرب كسر الكتلة المولية المية وثلاثة ثلاثين فاصلة ثلاثة هذه حسبناها من هنا الصيغة ALCR3 الألمنيوم ستة وعشرين ولدي ذرة واحدة إذن ستة وعشرين في الواحد الكلور لدي ثلاثة إذن الخمسة وثلاثين فاصلة أربعة خمسة ضرب ثلاثة نضرب ثم نجمع سيعطيني مية وثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة إقرام إذن هذا هو الذي استخدمناها في كسر الكتلة المولية إذن سنقوم بتحويل مولات كلوريد الألمنيوم إلى قرامات كلوريد الألمنيوم نشطب المتكرر لا نريده ثم نضرب صفر فاصلة واحد سبعة تسعة في المية وثلاثة ثلاثين طبعا القرامات ستنزل معي لأنني أنا أريد حساب الكتلة سيعطيني الناتج ثلاثة وعشرين فاصلة تسعة جرام وهنا لدي كلوريد الألمنيوم إذن المردود النظري هو ثلاثة وعشرين فاصلة تسعة جرام وهذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب لنعيد الآن ماذا فعلنا لنعيد الآن ماذا فعلنا يا طلابي ويا طالباتي لدي هذه المسألة أعطاني جرامات هيدروكسيد الألمنيوم الخطوة الأولى حسبنا عدد مولات هيدروكسيد الألمنيوم باستخدام الكتل للعناصر من الجدول الدوري استخدمت هنا كسر الكتلة المولية مقلوبها عفوا مقلوب كسر الكتلة المولية لأنني أريد تحويل القرامات إلى مولات عندما استخرجت مولات هيدروكسيد الألمنيوم استخدمتها في تحويلها إلى مولات كلوريد الألمنيوم استخرجنا مولات كلوريد الألمنيوم الخطوة الثالثة حولت مولات كلوريد الألمنيوم إلى كتلة كلوريد الألمنيوم بالتالي أعطاني المردود النظري وهو ثلاثة وعشرين فاصلة تسعة جرام إذن هذا هو المطلوب في السؤال السؤال الذي يلي سؤال 57 يتفاعل الزنك مع اليود حسب المعادلة زد ان زاد ال اي تو يعطيني زد ان اي تو المطلوب فقرتان اي احسب المردود النظري اذا تفاعل 1.912 من الزنك اذا اولا نحسب المردود النظري احسب نسبة المردود المئوية اذا تم الحصول عليها عمليا 515.9 من يوديد الزنك بما انه قال عمليا فهذا هو المردود الفعلي اذا هذا السؤال يعتمد على السؤال الذي قبله اذا استخرجت المردود النظري ساستخدمه هنا في النسبة المئوية سنقسم الفعلي على النظري وسيعطيني نسبة المردود المئوي اولا احسب المردود النظري اذا تفاعل 1.912 من الزنك الخطوة الاولى اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة المعادلة الموزونة الزنك طبعا في حالة صلبة زائد اليود في حالة صلبة سيعطيني يوديد الزنك ايضا في حالة صلبة نلاحظ ان اليود وقلنا ان هناك ذرات تكتب على شكل ثنائي ذكرناها في الحصص الماضية مثل I2, CL2, H2, O2, F2, N2 فهي تكتب بشكل ثنائي لذلك لا بد ان نكتبها بهذه الطريقة في المعادلات حتى يتم الوزن بشكل صحيح اذا لنرى الان الوزن هنا الزنك واحد هنا الزنك واحد اليود اثنان وهنا اليود اثنان اذا المعادلة موزونة الخطوة الثانية احسب عدد مولات يوديد الزنك يوديد الزنك لابد ان نستخرج او نشتق من المعادلة النسبة المولية وهذه المعادلة المطلوب حساب عدد مولات يوديد الزنك هنا واحد الى الزنك وهنا واحد اذا في البسط المادة المجهولة في المقام المادة المعطى كيف عرفت لانه قال هنا اذا تفاعل 1.912 من الزنك اذا لابد ان يكون في المقام لانه مكتوب لدي في السؤال والمطلوب حساب عدد مولات يوديد الزنك لان يوديد الزنك هنا هو الناتج بالتالي سيكون هنا هو المردود النظري اذا لابد من حساب عدد مولاته لنرى الان استخرجنا واشتقينا النسبة المولية واحد مول من يوديد الزنك على واحد مول من الزنك مولات الزنك معطاه لي في السؤال وهي 1.912 مول من الزنك اذا نضربها في النسبة المشتقة واحد مول من يوديد الزنك على واحد مول من الزنك سنشطب المتكرر وهنا سنقوم بتحويل مولات الزنك الى مولات يوديد الزنك طبعا بالضرب واحد على واحد سيطيني نفس الرقم واحد فاصلة تسعة واحد اثنين مول من يوديد الزنك وهنا هو المطلوب حسب عدد حساب عدد مولات يوديد الزنك اذا هذا هو عدد مولات يوديد الزنك الخطوة التي تليها احسب كتلة يوديد الزنك بالقرامات طبعا من الجدول الدوري سنستخرج كتلة الزنك وهي 65.409 من الف اليود 126.9 اليود لدي ذرتين حسب الصيغة وسنضرب هنا في اثنين وهنا نضرب في الواحد ثم بعد ذلك نجمعهم سيعطيني الناتج 319.2 اذا هذا هو كتلة يوديد الزنك اذا كيف سأحسب كتلة الزنك عن طريق ضرب مولات يوديد الزنك في كسر الكتلة المولية ليوديد الزنك لاحظ هنا مولات الزنك هنا كتلة الزنك وهنا مقسومة على مولات الزنك اذا حساب كتلة يوديد الزنك بالقرامات سنستخدم من الجدول الدوري كتلة الزنك ويوديد الزنك بعد ذلك نضرب مولات الزنك التي استخرجناها قبل قليل في كسر الكتلة المولية نشطب المتكرر وهنا قمنا بتحويل مولات يوديد الزنك في قرامات عفوا هنا قرام قرامات هنا قرام لأننا استخرجنا الكتلة هنا قرام بدل المول إذن حولنا مولات يوديد الزنك إلى قرامات يوديد الزنك نضرب الأرقام ونقسمها على الواحد سيعطيني 610.3 قرام من يوديد الزنك إذن هنا استخرجنا كتلة يوديد الزنك إذن المردود النظري هو الناتج لدينا الآن 610.3 قرام الخطوة التي تليها وهي B سنستخدم هذا المردود النظري في حساب B احسب نسبة المردود المئوي إذا تم الحصول عليها عمليا 500.6 قرام من يوديد الزنك عمليا إذن هو المردود الفعلي نكتب القانون القانون نسبة المردود المئوي تساوي المردود الفعلي على المردود النظري في 100 هذا هو سيعطيني الناتج هنا 515 هذا الفعلي و610 وهو النظري ثم نضربها في 100 ثم نستخرجها نضربها في 100 سيعطيني 84.48 نسبة مئوية إذن لنعيد الآن ماذا فعلنا في هذا السؤال ماذا فعلنا في هذا السؤال السؤال عبارة عن فقرتين احسب المردود النظري إذا تفاعل 1.9 912 من الألف من الزنك الخطوة الأولى نكتب المعادلة الموزونة كتبناها الخطوة الثانية نحسب عدد مولات يوديد الزنك باستخدام كسر أو نشتق من المعادلة كسر النسبة المولية الآن لدي المولات الزنك نحولها إلى مولات يوديد الزنك نضربها في كسر النسبة المولية ثم نقوم بالتحويل سيعطيني الناتج 1.912 مول من يوديد الزنك الخطوة الثانية نحسب كتلة يوديد الزنك من الجدول الدوري نستخرج كتلة العناصر الموجودة لدي في الصيغة وهي الزنك واليود ثم نحول مولات يوديد الزنك إلى قلنا هنا جرامات يوديد الزنك قمنا بالتحويل وضربنا أعطاني 610.3 جرام من يوديد الزنك إذن هنا لدي المردود النظري وهي 610.3 من يوديد الزنك ثم في B كتبنا القانون وهو نسبة المردود المئوي المردود الفعلي على النظري في 100 ثم قمنا بالقسمة ثم الضرب في 100 وأعطاني 84.48 نسبة من يوديد الزنك إذن نسبة المردود المئوي هي 84.48 نسبة مئوية السؤال الذي يليه سؤال تحفيز لديك في الكتاب المدرسي سؤال 58 تحفيز عند وضع سلك من النحاس في محلول نترات الفضة A, G, N, O, 3 تترسب بلورات الفضة بما أنه قال تترسب سنكتب في المعادلة صلب و S ويتكون محلول نترات النحاس إذن AQ أولا هنا لدي ثلاث خطوات أكتب معادلة كيميائية موزونة ثم إذا تفاعل 20 جرام من النحاس أحسب المردود النظري للفضة ثم بعد ذلك نسبة المردود المئوي وأعطاني هنا الفعلي وهو 60 جرام إذن أولا أكتب المعادلة الكيميائية الموزونة النحاس زائد نترات الفضة طبعا هذا التفاعل هو نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية وهو الإحلال البسيط يقوم النحاس بإحلال حسب السلسلة الكيميائية بإحلال الفضة ثم يأتي مكانه فتخرج الفضة إذن هذا نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية وهو الإحلال البسيط إذن النحاس بحالة صلبة زائد نترات الفضة هنا لديه محلول يعطيني يخرج الفضة بحالة صلبة ويعطيني محلول نترات النحاس لنرى الآن المعادلة موزونة أم لا هنا لدي الفضة 2 هنا لدي الفضة 2 النحاس 1 والنحاس 1 النترات موجودة طبعا لأنها هنا مضربة في 2 هنا مضربة خارج القوس في 2 إذن المعادلة موزونة إذا تفاعل 20 جرام من النحاس فاحسب المردود النظري للفضة احسب عدد مولات النحاس طبعا من الجدول الدوري كتلة النحاس 63.546 مولات النحاس نستخدم القرامات المعطاهة في السؤال ونضربها في مقلوب الكتلة المولية نشطب المتكرر لا أريد أريد تحويل القرامات إلى مولات للنحاس استخرجناها 0.315 من ألف مول من النحاس إذن بما أنه لدي هنا فقط واحدة فنفس القيمة 63 من الجدول الدوري نضرب في الواحد ثم نقسم على 63 سيعطيني 0.315 مول من النحاس إذن هذه هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية أنا أريد الوصول إلى المردود النظري إذن نابد من حساب بعد ذلك عدد مولات الفضة مولات الفضة لازم أن نستخرج من المعادلة النسبة المولية المشتقة من المعادلة طبعا لاحظ معي المجهول هو الفضة فسيكون في البسط والمعروف لدي هنا لأني استخرجته سابقا سيكون في المقام وهو النحاس إذن حددناها في المعادلة سنقوم بتحويل مولات النحاس 315 مول من النحاس نضربها في النسبة المولية المشتقة للفضة طبعا من المعادلة الفضة لدي هنا 2 إذن 2 على الواحد نضربها في 0.315 ثم بعد ذلك نشطب المتكرر لا نريده نحن نريد تحويل مولات النحاس إلى مولات الفضة سيعطيني 0.630 مول من الفضة طبعا لأن الفضة في النواتج فسيعطيني بعد ذلك نحسب كتلة الفضة سيعطيني المردود النظري الفضة في الجدول الدوري 107.868 من ألف نستخدم مولات الفضة التي حسبناها قبل قليل في الكتلة المولية للفضة طبعا لأن ما عندي إلا ذرة واحدة فهي 107.9 نضربها في الرقم للمول للمولات 0.630 ثم نشطب المولات لا نريد نريد تحويل المولات إلى إقرامات سيعطيني الناتج بعد الضرب القسمة 68 إذا المردود النظري هو 68 للفضة إذا هذه الخطوة B الخطوة C أعطاني بعد ذلك المردود الفعلي في السؤال وهي 60 استخرجنا قبل قليل النظري إذا نكتب القانون نسبة المردود المئة وتساوي الفعلي على النظري ضرب المئة من المردود الفعلي 60 والمردود النظري حسبناه 68 و60 ثم نضربه في مئة سيعطيني 88.2 نسبة مئوية من الفضة إذا هذا هو نسبة المردود المئوية في الناتج النهائي التقويم طبق إذا خلت 83 جرام من الحديد مع كمية فائضة من الكبريت وقمت بتسخين المزيج للحصول على كبريتيد الحديد حسب المعادلة حديد مع ثلاثة من الكبريت سيعطيني كبريتيد الحديد فما المردود النظري بالجرام لكبريتيد الحديد الثلاثي أولاً هذا هي المعادلة أساساً أعطانيها في السؤال وهي حديد مع ثلاثة من الكبريت سيعطيني FE2S3 طبعاً جميعها بالحالة الصلبة الخطوة الأولى حساب عدد مولات الحديد الحديد في الجدول الدوري 55.845 إذن وأعطاني في السؤال قرامات الحديد وهي 83.77 سنضربه في مقلوب الكتلة المولية ونريد تحويل القرامات إلى مولات الحديد إذن ستكون القرامات في المقام ثم بعد ذلك نختصر وسينزل معي المول من الحديد نضرب في الواحد 83.77 في الواحد ثم نقسم على 55.845 سيعطيني 1.5 مول من الحديد إثنان حساب عدد مولات كبريتيد الحديد طبعاً من المعادلة سنشتق النسبة المولية لاحظ معي هنا 1 والحديد لدي إثنان إذن 1 على إثنان سنستخدم مولات الحديد 1.5 مول من الحديد ضرب النسبة المولية المشتقة من المعادلة هنا نريد تحويل مولات الحديد إلى مولات كبريتيد الحديد الثلاثي نشطب المتكرر ونختصر ثم هنا بعد ذلك نضرب الواحد ونص الواحد ونقسمه على اثنين سيعطيني 0.750 مول وهنا تحولت مولات الحديد إلى مولات كبريتيد الحديد ثم حساب كتلة كبريتيد الحديد بالقرامات طبعا من الجدول الدولي لابد أن نستخرج لأن لدي صيغة F2 فسنستخدم كتلة الكبريت وكتلة الحديد الحديد لدي هنا اثنان إذن سننظر بالخمسة وخمسين في اثنان الكبريت لدي ثلاثة إذن سننظر بقيمة الكتلة للكبريت في ثلاثة ثم بعد ذلك نجمعهم لاستخراج الكتلة المولية للكبريت وسيكون الناتج 207.885 قرام من الكبريتيد إذن مولات كبريتيد الحديد وهي 750.000 مول من كبريتيد الحديد سنضربه في الكسر الكتلة المولية سنقوم بتحويل المولات إلى إقرامات لحساب المردود النظري إذن نشطب المتكرر ونختصر نضرب 0.750 في 207 على الواحد سيعطيني الناتج 155.9 قرام من كبريتيد الحديد وهو المردود النظري إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا نسبة المردود الماوي مراجعنا المردود النظري والمردود الفعلي راجعنا قانون نسبة المردود ثم بعد ذلك طبقنا وحلينا التمارين نشاط منزلي أحسب نسبة المردود المئوي لتفاعل الماغنيسيوم مع كمية فائضة من الأكسوجين لدي أعطاني كتلة الجفنة وكتلة الجفنة مع الماغنيسيوم وكتلة الجفنة مع أكسيد الماغنيسيوم بعد التسخين والمطلوب حساب نسبة المردود المئوي حسب المعادلة المعطاة لك إلى هنا الطلاب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته